زيت جونسون واللمون ووصفتنا النهاردة جبارة ووصفتنا حكاية هتخليك يبيضة زي القشطة وجسمك ده هيبقى بيبرق هيبقى بيلمع من شدة بياضه هيشلك الحبوب والتصبغات الجلدية والسواد اللي حوالين الفم وكمان السواد اللي في الرقب وفي الاكواع وفي المناطق الحساسة هيبيض وشك وهيخلي بدر منور وهيبيض جسمك كله وكمان المناطق الحساسة هتبقى بتلمع لايك للفيديو فاضلا وليس امرا اول حاجة محتاجنا في الوصفة بتاعتي هي حبة واحدة بس من الليمون والليمون من الحاجات الحلوة جدا جدا في التفتيح الاماكن الداكنة زي الركب والاكواع والمناطق الحساسة كمان بيدي للبشرة تغذية رهيبة لانه فيتامين سي وبيدي للبشرة تغذية حلوة قوي هتبدأ يتغذي حبة واحدة بس من الليمون وهنبدأ ان احنا نقطعها بالشكل ده وهنبدأ ان احنا نقصرها هي حبة واحدة بس محتاجنا من الليمون هنبدأ نقصرها بالشكل ده هتغذي المية بتاعتها وهنبدأ ان احنا نشيل البزر ان هو في اي بزر فيها وطبعا هنا الليمون سواء الليمون او الخل من الحاجات الحلوة قوي او للبشرة بس احنا لازم نقصر الخل او الليمون للتفتيح لازم نقصره بمية ورد فلازم علشان خاطر اصحاب البشرة الحساسة فلازم لما هتغذي لمونة كاملة بتغذي عليها معلقتين من مية الورد ولو مش متوفر عمدك مية ورد بتاخذي مية عادية بس الافضل طبعا تستخدمي مية الورد عشان مية الورد حلوة جدا للبشرة وهنبدأ ان احنا ندود او نقلب كويس جدا مية الورد مع عصير الليمون بتاعي لمونة واحدة هنقلبهم كويس قوي بحيس ان احنا نحس كده ان هم اتقلبوا كده وتجنسوا كده مع بعض وادوني تقليبة كده حلوة بعد كده حبيبة قلبي هتبدأين ان انت تنزلي عليهم بمعلاقة واحدة بس من النشا او الكورنفلاو طبعا النشا من الحاجات اللي بتستخدم في جميع الوصفات للتفتيح لانه من الحاجات اللي بتفتح قوي وبتشد البشرة جدا هنبدأ ندوب النشا كويس جدا على الليمون طبعا انا بعمل كمية بتكون قليلة شوية ممكن تكفي الوجه والرقبة لو هتستخدميها الجسم كله فبتقدار يتقطري الكمية علشان تكفي الجسم كله وهنبدأ ان احنا ندوبهم كويس جدا بالشكل ده لحد ما نتأكد ان النشا ده تماما معي بعد ما قلب نهم كويس قوي هتبدأ ان انت تخدي اي نوع كريم مرتب عندك بتستخدميه لبشرتك هناخد منه معلقة كبيرة اي نوع مش لازم انا يعني في الفيديو مش هقولك تحطي نوع معين لا انت حطي اي نوع كريم مرتب انت بتستخدميه حطي منه كده معلقة وهنبدأ ان احنا ندوب كريم المرتب على الليمون والنشا بحيث ان احنا نحس ان الكريم ما فيهوش اي فتفيت كده او عامل تكتلات تحس ان هو ده بخالص وادا انا قوام كريم يسيل شوية زي ما هتشوف كده هنبدأ ان احنا مرحلة التقليب مهمة جدا فهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي عشان نتأكد ان المكونات اتقلبت لان لو مقلبتيش هتلاقي الليمون قب معاكي والكريم اه تفصل عن المكونات بتاعتك بعد ما قلبناهم كويس قوي بالشكل ده ولقينا ان الكريم ده تماما معايا هنبدأ بقى ندخل في مرحلة زيت جونسون وزيت جونسون من الحاجات اللي بتنعمل بشرة قوي بتفتحها جدا جدا بتعالج لك التصبغات الجلدية كمان بتعمل على شد التراهلات في الجسم وفي المناطق الحساسة وفي الوجه كمان بيدي ترتيب حلو وريحة حلوة جدا للجسم هنبدأ ناخد من زيت جونسون معلقة كبيرة معلقة كبيرة خالص من زيت جونسون وهنبدأ ان احنا ندوبها مع الكريم الرهيب بتاعي ده بعد ما قلبناهم كويس قوي قوي وحسينا ان هم اتقلبوا كده وتجنسوا كده معايا ودوني القوام اللي انت شايفا معايا ده قوام كريمي بس تسايل شوية بعد ما قلبناهم كويس وتأكدنا ان المكونات بتاعتي زي ما انت شايفا كده اهم حاجة مرحلة التقليب مهمة ان انت تقلبي مكونات كويس هنبدأ بقى ندخل في المرحلة الاخيرة ودي هنجيب فيها كيس من البيكنج بودر او خميرة الحلويات ده علشان الناس اللي عندها سوادة عنيد او عندها البقع اللي في جسمها عنيدة قوي ده هتحط منه لو انت بتعاني من سوادة عنيد هناخد منه معلقة كبيرة معلقة كبيرة من البيكنج بودر او خميرة الحلويات هنا هتحس ان الكريم بتاعك قب وبقى زي ما انت شايفا كده عامل زي الكريم شنطي بصوا قب وبقى عامل بصوا زي الكريم بالزبط هنقعد نقلب كويس قوي طبعا الفوران اللي حصل ده بيفور اي سواد في الجسم وفي الوجه وفي المناطق الحساسة بصوا انا عايز اقولك ان انت هتدعيل ان شاء الله من قلبك على الوصفة دي لانها مجربة ومضمونة بنسبة 100% بصوا الكريم عامل ازاي حاجة كده تحفى بجد هتبدأي بقى طبعا في خطوة مهمة اوي 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 حبيبية قلبي هقولك عليها هتستخدميها او هتعمليها هتطبقيها كده على بشرتك او على جسمك بعد استخدامك للكريم ده وهو لسه فاير انا مش عايزاك تستني لحد ما الكريم يهدى انا عايزا وهو لسه فاير كده تاخديه وتوزعيه وتدهنيه لو على جسمك يبقى قبل الشور قبل ما تاخدي الشور بتاعك بتبدأي انك تدهنيه كويس جدا جدا عشان ده بيتغسل ما بيتسبش فترة اطول من 20 دقيقة بتبدأي ان انت تدهنيه على جسمك كويس جدا وعلى المناطق الحساسة وتحت الابطين وكمان بين الفغزين وعلى وجهك كمان بتدهنيه وبعد كده بتبدأي ان انت تسيبيه على البشرة لمدة من 15 دقيقة ل20 دقيقة ما تقطريش عن كده لو حسيتي بلا سعة بسيطة ده عادي جدا عشان الليمون والبيكنج بودر وعصحاب البشرة الحساسة قوي ده طبعا للوجه بتبدأي تعملي تست او حتة بسيطة كده بتحطيها على جزء بسيط من جسمك وبتشوفي سواء جسمك هيتحسس منها ولا لا ده مش عشان الوصفة دي بس اي وصفة لازم ان انت تجربيها لو انت بشرتك مش بتمشي على اي حاجة او بشرتك حساسة قوي بعد كده بتبدأي تخسلي مكانها كويس جدا جدا طبعا بالنسبة للجسم بتاخذي الليفة وبتقادي تدعاكي بقى بتلاقي السواد بيتفتفت معاكي وبتلاقي بعدها ريحة حلوة قوي ونعومة رهيبة وبياض رهيب بعد ما هتخسلي جسمك كويس وواجهك طبعا الكريم لو تبقى منه بتشليل تاني يوم عادي ما بيبص بتبدأي تاخذي زيت جونسون للاطفال على معلقة من النشا وبتدوبيهم كده لحد ما قاومهم يكون كريمي وبتبدأي تدهني ده اختياري الخطوة دي اختياري دي علشان تمنع تحسس البشرة لو انت بشرتك حساسة وبتبدأي تدهني وبتسيبيها بقى طول الليل وبعدين الصبح تخسلي مكانها جربوها حلوة قوي كريم اكتر من رائع للتفتيح اشوفكم على خير والسلام عليكم